خلال اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في فلسطين المحتلة قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الاسرائيلية افجدور ليبرمن امس الاربعاء ان الهجمات الاخيرة التي شنها الاحتلال على سوريا تهدف الى مرع تهريب معدات متطورة واسلحة دمار شامل الى ميليشيا حزب الله اللبناني ليبرمن اشار الى ان حكومة الاحتلال تعمل اساسا لحماية امن مواطنيها والدفاع عن سيادة دولتهم المزعومة مضيفا ليس لدينا اي تونية للتدخل في الحرب بالسوريا كما كرر الوزير الصهيوني موقفه في ان الحل في سوريا يكمن في خروج ايران والاسد معتبرا انهما لا يمكن ان يكون جزءا من الحل وكانت قد تعرضت مواقع داخل مطار المزة العسكري القريب من العاصمة السورية لقصف من قوات الاحتلال انطلاقا من الاجواء اللبنانية اما نظام فما يزال يكتفي بحق الرد ترجمة نانسي قنقر